مجددا مرضى قسم الغسيل القلوي في الشارع بعد أكثر من وقفة احتجاجية واعتصام لم يكن أمامهم سوى العودة إلى هذا المكان لمحاولة لفت الأنظار لمعاناتهم نحن بحاجة مواد غسيل نحن معاناته هذوم أكثر من 300 فرد اللذي هم يعني الغسيل رجال والنساء وأطفال وكذا يعني ما الذي ينقذنا إذا لم ينقذونا يعني معاناته أهل الخير والمنظمات الخيرية والجمعية الخيرية والناس مناشد المحافظة مناشد الدولة مناشد الناس المسؤولين على المركز هذا أن ينقذونا يعني نحن إذا لم ينقذنا بهذا الشكل يعني أن ننتهي من فترة إلى أخرى تتكرر مناشداتهم بأكثر من طريقة وأكثر من أسلوب للجهات الرسمية بينما يستمر تجاهلهم مرتين مرة بعدم توفير ما يحتاجونه من مواد خاصة بجلسات الغسيل رغم انقطاعها المتكرر ومرة أخرى بوقوفهم هنا بسبب قلق يؤرق حياتهم ويتهدد مصيرهم نحن مرضى الفشل الكلوي في مستشفى الثورة محافظة تعز نناشد الحكومة والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بإنقاذ هؤلاء النفوس الذي تمارس الغسيل الكلوي في الأسبوع مرتين أين دور المنظمات الإنسانية وأين دور المنظمات التي تدعي الإنسانية وهي التي تشلك طرقها اليوم خرجنا مظاهرة بسبب نحن نطالب بمواد الغسيل عندما لا يجد الطبيب ما يقدم للمريض لا يمكن أن تجده سوى إلى جواره في أي حال من الأحوال حتى في الشارع وهو ما يذهب إليه هؤلاء الأطباء في قسم الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة بتعز حيث تبدو وحدها هذه المدينة من ينظم الأطباء والمرضى لتنفيذ وقفات احتجاجية يناشدون السلطة المحلية ووزارة الصحة لوضع حلول عاجلة لإنقاذهم بعد إعلان القسم إغلاقه بسبب نفاذ المواد الطبية الخاصة بالمركز فهنا اليوم نطلق نداء استغاثة أخير أكثر من 300 مريض فشل كلوي مهددين بالموت المركز يستقبل من 80 إلى 88 مريض في اليوم الواحد إذا لم يتم تدارك هذا الموضوع فهؤلاء المرضى سوف يكون نهايتهم كارثية ولا نستطيع أن نتدارك هذا الموضوع فرقائي إلى جميع الفعلين الخير والمنظمات الإنسانية والحقوقية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الحكومة أن يتأخذوا خطوة إيجابية تجاه هؤلاء المرضى حتى لا يتموت هؤلاء الناس ونحن نتفرق عليهم الجرعات تهديئة ذلك أقل ما يمكن إطلاقه على الشحنات السابقة التي حاول قسم الغسيل الكلوي توفيرها لاستمرارية تقديم خدماته في أوقات سابقة واليوم بعد أن نفذت طالب القائمون عليه بإنقاذ نحو أربعمائة شخص من الموت وتوفير المواد بشكل دائم حتى لا تتوقف حياتهم حمزة أمين قناة بالقيس تعز